في أخباري الكورتية المحلية وبالحديث عن النادي الرياضي القسنطيني حيث أجرى مدرب الفريق مضوي خير الدين مضوي تعديلات في برنامج الودية المبرمجة للعميد خلال تربصه ملجاري بمستغانم حيث سيخود أشبال التقنية سطيفي خير الدين مضوي ثلاث وديات عوضة وديتين والبداية هذا الاثنين مع أمام فريق واد السلي بملعب غلزان فيما يلاقي يوم الأربعاء وداد مستغانم ليختتم تربصه بملقات نادي جمعية الشلف في 27 من هذا الشهر وكان من المنتظر أن يجري الوفقاء ديب مباراة مدية أمام ترجي مستغانم أمس لكن لاعب الفريق الذي ينافس على الصعود المحترف الأول دخل في إضراب بسبب مستحقاتهم المالية العالقة هذا واستفاد السنافر من نصف راحة اليوم لأول مرة منذ دلاق التربص بمستغانم والذي أجري للتحضير للنصف الثاني من الموسم والبداية ستكون أمام اتحاد خنشلة كما غادر اللاعب الشاب شكال عفاري حاجي التربص للالتحاق بالمنتخب العسكري ببن عكنون على أن يعود لكاتيبة الخضورة بمستغانم يوم الاثنين مساء ومن المرتقب أن يكون رئيس مجلس إدارة شركة السنافر عبدالغاني قراري حاضرا غدا في تربصي العميد من أجل حديث مع المدرب حول جديد قضية العقوب والفصل في إمكانية ضم لاعبين جدد من عدمه